اشتركوا في القناة عادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبمشاركة فوج اتفاق بيروت تم افتتاح النصب التذكاري لشهداء فوج الاتفاق بيروت تحت الماي بعشرة تشرين الاول 2020 حدثك معنا كان مسؤول الاعلامي لتخبرنا عن هذا الافتتاح كان الا رمزية اختيار نهار السبت الماضي عشرة عشرة 2020 الساعة عشرة وعشرة لنكرم عشرة من فوج اطفاء بيروت عشر شهداء تسع شباب وصبية عروستهم للأسف استشهدوا بالظروف اللي كلنا بنعرفها بالانفجار هنه واكتر من مية وخمسة وتسعين شخص فحباينه انه برمزية الشباب والصبية العشرة انه نختارها النهار لحتى نزل تحت الماي مونيمان اتنين هنه بليتو تمثال بيجسد شباب الاطفاء شاب من الاطفاء حامل خرطوم المياه وعم بيطفي وخريطة لبنان من قوش عليا او محفور حفر بالحديد الذي لا يصدق يعني السميون يعني حاب كتير نبلش بالفيديو ونشوفه نحن والمشاهدين لا يعرفوا عن جانب ياخدوا فكرة مية بالمية يا رب نأتي اليك وقلوبنا حزينة ومكسورة بعد الاحناس القاسية التي كامدتها مدينتنا الحبيبة ميروت انت قلت سلاما جيت اترك لكم بعطنا سلامك الحقيقي للبنان الراسالة اشتركوا في القناة 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 وهو مقابل شاطئ كسروان هون هلا بصراحة يعني انا بدي استأذن من رئيس نادي اكتوبوس والمؤسس انترانيك توني حداد ومن محافظ مدينة بيروت اللي اعلن عبر مريم تيفي انه منتأسف بكل محبة ولكن منتأسف ان يكون جهاز امني رسمي منع انه نزل هالنصب تحت مياه المتن وبيروت يعني يكونوا اقرب الى مكان الانفجار اضطرينا نروح شمالا لشاطئ كسروان شمال جوني عرا كنت بدي اسعلك ليه بكسروان ليه بش ببيروت كان القرار بالاكتوبوس تيم وراع الاحتفال القاضي مروان عبود اخدنا قرار بموقع وكان ديجا صباينا الصب الاساسية الاساس تبعه يعني تحت المي رجعنا بسرعة عملنا اسس جديدة على مقابل شاطئ كسروان لانه جهاز امني رسمي رفض انه يتنزلوا لأسباب لحدت هالأما منعرفها لما بيكون محافظ يعني هو ممثل رئيس الجمهورية بمحافظة بيروت طلب منهم بكتاب رسمي للجهاز الامني المعنى الرسمي انه نحنا بدنا نستأزم منكن بدنا ننزل هالمونيمان على شاطئ بين المتن وبيروت ما اجا جواب وكان الجواب يعني نرفضن اجا بعدم الرد على كتاب محافظ مدينة بيروت فاضطرينا باللحظات الأخيرة نغير الموقع اف هيدا كمان من اهتراء وطننا لبنان امنيا وسياسيا ومن جميع النواحي وطن مهترق بده تجديد اف يعني قد موجع اليوم رسالة الاعلامي خاصة الاستقصائي بظل تفشي هالفساد يعني بشكل كتير كبير ما بقى قادرين نحصي والفساد صاير وقح صاير بيقلك مثلا الشخص اللي عم يسرق بيقلك شو قليك معي انت وقفي او منهدديك بعائلتيك وبأمنك بالنسبة للي انا تعودت على هالشي وانا بالنسبة للي نادر نفسي لهالوطن ورح اضل صوتك عالي عبر صوت الغد وعبر صفحة نحنا عيونك يا لبنان على الفيسبوك رح نضل عم نكشف الفساد بالفيديوهات وبالاوديوهات ومن جميع النواحي واليهدد من يهدد واليرفق باليرفق يعني قدي الاعلامي بيقع هيك بين شقفان يعني ويلو يعمل مهمته ويعمل شغله بكل تفاني وبكل شفافية وويلو هو امنه الشخصي شو اللي بيخليه دا المستمر ودا الصوته عالي شجعته الداخلية الانسان وصدقه مع ذاته وقضيته اللي حطته هدف قدامه انا بالنسبة له من الاشخاص اللي دافعوا عن لبنان عسكريا واعلاميا من ال 75 لليوم وبعتبر نفسي بالمعنى المجازي للك المعيش فبقلن للمهددين ما حدا منكن بيطلع من امره شي جوني الصديق مستمر بصحافته الاستقصائية وايها الحق لم تترك لي صاحبا ولكن انا وياكن ينضاف بهالبلد والحق اكتري وبدنا نحرر لبنان من الفساد ومن الاشخاص اللي سرقونا من سنة 1982 لصباح اليوم 16 تشرين الثاني 2020 يعني بنستغرب اليوم يعني بنبقى عم نلاحق قضايا سرقة سرقات صغيرة هلأ صارت نسميهم صغيرة بالنسبة لقالي السرقة سرقة هي ولكن هلأ انا صارت نسميهم سرقة صغيرة قدام السرقة يلي هي غير مشروعة وصارت مشروعة انه سرقة اموال المودعين يعني اليوم من مايلي منلاحق ناس على على قضايا صغيرة وفي نحنا اموالنا بكاملة تم سرقتها من هالمنطلق بديقول انه مسروقين نحنا كلبنانيين واموالنا محتجزة بالفعل وكل مكتسبات الناس علقت بلبنوكي لانه دولة لبنانية دينات اخدت مصريات الناس عبر المصارف اللبنانية وهلأ صاروا عم بيحاسبوكي حتى على الورقة اللبنانية اللي فقدت امتها ما بيعطوكي اكتر من مليونين او ثلاثة ملايين ليرة شهريا يعني عم بيفقروا البلد اكتر في سياسة جميع كانو لهالشعب تنشوف الشعب بكرة ب17 تشرين تنشوف شو بدو يتحرك انا مراهن على الشعب اللبناني مراهن على فنادق ثورة لبنانية مثل الريتس كارلتون ومثل الشيراتون اللي صاروا بالسعودية وبسوريا تنسترجع الاموال العامة المنهوبة ومنقلهم لا نامت عيونكم ايها الجبناء وسارقي المال العام في لبنان رح نسترجع عاجلا ام عاجلا خلان نرجع شوي الاليفنت فعلا لانه كتير حلو وهيك عبالي نعطي حقه نعم نعطي حقه لاستاذ انترانيك توني حداد لانه على هالفكرة الكتير عظيمة خبرني اكتر عن اكتوبستيم لانه حضرتك بتغطس معهم غير انك المسؤول الاعلامي طبعهم كمان صرت صديق لقالهم نعم خبرنا اكتر عنهم اكتوبستيم هو فريق غطس يعني بتكتبريه متل عيلة نعم ومننتمنى انه انت والمخرج وكل المشاهدين ينضموا لقالنا نحنا موجودين بمقر لقالنا على شاطئ الجرين بيتش بكسروان لمعاملتين فخطرت على باله اكيد هالفكرة الرائعة واجه عم يعرض علي انا كصديق كمسؤول وانا ولادي باتريكو سيدريكو منغطس كمان عندو ميرسي يعني فحسيت باهميتها باهميتها الحدث واهميته زادت ايمي مضافة برعاية محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بوجود المطران جورج اسادوريان كمان المسؤول الباترياركي المطران جورج بطائفة الارمن الكاتوليك كان معنا كمان الاب جورج سومة خاله لجونون للشهيد القى كلمة اضافة الى كمان سماحة الشيخ القاضي خلدون عرايمت رئيس المركز الاسلامي للدراسات التابع لدار الفتوى بالجمهورية اللبنانية وكان فيه كلمات لاثنين من اهل المناصر العشرة يعني لحتى نخصر الموضوع ولكن كانوا اكيد الكل موجودين وكرمناهن على الشط ثم انتقلنا الى ساحل كسروان زرعنا هالمونيمون تحت الماء ورح يلحقها كمان سيارة اطفاء كمان رح ننزلها احدى السيارات المتضررة بسبب الانفجار رح كمان يتم انزالها تحت الماء على شاطئ كسروان تنعزز اكتر هالمعلم لاحدثياته موجودة ورح يضل الى ابد الابدين ليذكرنا بالشهادة اللي ماتوا كرماله والواجب والاندفاع بالواجب اللي ماتوا كرماله الشباب العشرة تسعة شباب وصبية بالفوج الاطفاء التابع لمدينة بيروت كيف تجاوبوا الاهالة مع هالمبادرة يعني هالفرح او هيك رجعت الغصة الالون؟ لا اكيد يعني الغصة موجودة نعم الغصة موجودة والحزن ما بينتسى فمشان هيك اكيد لا زعل العمر هيدا كانت تعزية لالون هالمبادرة بطبيعة الحال هني بيتمنوا اي انسان يضل بيذكرهم بولادهم واي منظمة رسمية او غير رسمية مثل الاكتوبوستيم انه يكرملون ولادهم وخاصة انه هيدا تكريم مثل ما قالنا سيبقى الى الابد تحت الماء وما بيتلف الا بعد الاف السنين طبعا سيبقى ذكرهم مؤبدا فاكيد نحنا مع الامن اللي عم يتحملوها هني كل يوم نحنا بدنا نطالب او هون بدي اذكر كمان انه كان قائد فوج اطفاء بيروت العميد العقيد خانكرلي موجود وقالقى كلمة في مطالب لالون مادية من تبقى من هالشباب والصبايا المتطوعين والمثبتين بفوج اطفاء بيروت عم يشتغلوا اما بشكل شبه مجاني اوقات بدلتهم بروحوا بشتروع حسابهم وهلأ كمان عم نحكي بطعويد لهالشباب اللي استشهدوا هلأ صارت المئة مليون والمئة وخمسين مليون معادوا اللهم القيمة المادية ولكن على الاقل نضوينهم شمعة ونشميمهم ريحة وردة احلى من هالفضايح والروايح اللي طالعة بدولتنا اللبنانية المنهوبة باكتر من مئة مليار دولار طبعا اذا ما نحكي اليوم عن الغطس بلبنان في محلات حلو الغطس فيها يعني بنلاقي فيه سواح بتجي بغاية الغطس عنا بلبنان يعني هلأ نحنا مش رح نعمل مقارنة مثل شرم الشيخ حيث الطبيعة بعدها اكتر نحنا هون فتكنا بالطبيعة فتكنا بالطبيعة البحرية بس فيه بعد شوية محلات حلوة مثل جزر النخيل لأنه قولي المحميات ايه مثل محميات يعني فيه عدد من الشواطئ بكرة بس ننتمي لأكتوبوستيم الله راتح بنصير ناخدك نحنا والماستر بنا نعالج هالسينيزيت ونروح نغتوز بنا نعالجها نحنا وانترانيك توني حداد والشباب والصبايا بيساعدوك ايه نعم فيه فيه مواقع كتير حلوة وكننا بنتمنى انه تكون فيه اكتر مواقع احلى فيه مونيمون كمان حتى بخليجونية فيه آليات كمان لفوج الدفاع المدني في آلية للجيش اللبناني تكريماً لجيش لبنان كمان امسان تراز صارلون شيء بين ال 15 وال 20 سنين بيخلق حيات بحرية عليهم بعد هالعمر بتلاقي انه بصير حلو زيارتون اكيد بيستمروا موجودين وبصير كل ما نزل عليهم اشخاص ادم مع اشخاص جدا هوات او عالميين اجوا بيكون فيه عنا معالم انه نزورونيها وفيه معلم كمان عن القضية الارمانية يعني فيه اشي كتير موجودة على شواطئ اللبنانية ممكن زيارتها اضافة الى الشواطئ الحلوة اللي بعد فيها شوية سمك بعد فيها اصداف بحرية وحيات كائنات بحرية على بعض الشواطئ اللي بعدنا زمتنا فيها من التلوث لحده هلأ زمتنا لحد هلأ لحد هلأ ياريت بيكون فيه هيك شوية قوانين صارمة على السيادين اكيد خاصة بموضوع رمي الشباك يعني عم نقضي على ثروة السمكية في بعض الصيادين كانوا يزدتوا تروبيل او انه يزدتوا هايك اشياء يفجروا فيها على الضغط يموت السمك بس كمان الفتك البري من البر اللي هو اللي هو انه كل المجاري بردون يعني المجارير صرف الصحي هو غير صحي يعني لانه ما فيه له تكرير على الشواطئ عم بصد على شواطئ لبنان كلها اللي هو عم بيلوس الملوس الاساسي والمميت للأسماك والحياة البحرية نعم هو الانسان اللي عم بيلوس البحر من مخلفاته هو الانسان هو اللي مثلنا بيدمر حاله هو هاي القالة اللي عم بتدمر حاله اكيد ترتد عليه زيته مية بالمية وياريت عم بيكون فيه وعي عند الناس كل انسان يكون مسؤول بغياب الدولة لانه ما بقى فينا نقول ويني الدولة اخدين ملايين الدولارات لحتى يركبوا فلترات يعني محطات تصفية للمياه الصرف الصحي وما تركبوا وفهمك كفاية ملايين الدولارات نهبت على مدى سنوات لحتى يركبوا على الشواطئ خاصة كسروان اللي بحاجة كتير لهالصرف الصحي انه يتنظف نعم وينزل بالبحر بعدين منظف نعم اخدوهم كلهم لهالملايين الدولارات وباي باي حلوين ولواسولنا شواطئ لبنان كلها بما فيها كسروان يعني ان شاء الله ما بعرف انا من الاشخاص يعني يمكن يمكن مش عن معرفة زيادة بس انا بايمن انه بركي الطبيعة بتجدد حاله والطبيعة هي بتنتصر وهي يعني رابتنظف حاله بس اذا الانسان ترك له مجال يعني تاخد بريك تتنفس بنا نعطيها بريك شوي من ازينا من احنا من ازيتنا وبركي البحر بيجدد حاله وبينظف حاله كل هالامور بعد بخلال هالسنين اللي جاي عنا امل وحبين اولادنا يعيشوا بهالبلد منال انا بدي اشكريك على هالاستضافة بدي اشكور مريم تيفي المخرج وكل قيمين وكمان الصديق جورج معلولي كمان اللي مش موجود اليوم معنا ولكن المخرج المنقفز كمان بحييك من كل قلبي انت وفريق العمل انا خايكون جوني صديق امت بهالعمل ممثلا اكتوبوس تيم صحيح ونحن نظل نقوم باعمال وطنية حتى يقضي الله امرا ونخلص من الفاسدين بوطننا لبنان ونكون عم نقول لكل شخص استشهد بسبيل لبنان ليكن ذكرك مؤبدا امين شكرا كثير على وجودك معنا وشكرا كبير على هالمبادرة منشكر الاستاذ انترانيك توني حدد مجال وطحية ما قدر يكون معنا كمان اليوم ليخبرنا اكتر حدرتك كفات وفات شكرا كثير على وجودك مشاهدينا برايك ومرشا موسيقى 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 موسيقى